موسيقى أسعد الله مساءكم عزيزي المشاهدين وأهل بكم في حصاد الرياضية والبداية مع العنوية الحسين ينجز مهمته الآسيوية ويستعد لملاقات الأهل الوحدات المنتعش آسيويا في مواجهة سهلة أمام شباب العقبة المزيد في حصاد الرياضية بعد الفاصل حياكم الله عزيزي المشاهدين وأهل بكم في حصاد الرياضية لهذه الليلة وبكل تأكيد الحديث متواصل عن الكرة المحلية وعلى الصعيدين المحلي والآسيوي بالبداية دعوني أرحب بضيف اليوم هنا في حصاد الرياضية الأستاذ الصحفي مفيد حسونة مساء الخير مساء الخير أخي أمجد ومساء الخير لكل المشاهدين وإن شاء الله خميس مبارك على جمعة إن شاء الله مبارك على الجميع أهلا وسهلا أستاذ مفيد وكرتنا المحلية حقيقة أصبحت ممتعة خاصة مع الوحيات الحسين هلا مش يعني مش كرتنا المحلية يعني المشاركة السوية بالنسبة أنه مع النشامة نحن مشاركات من خارجين ما شاء الله الحمد لله رب العالمين بأفضل ما يكون سواء على صعيد المنتخب أو على صعيد الأندية طبعا نتمنى هذا الحكي ينعكس إيجابين على الكرة الأردنية بشكل عام نعم وعلى بطوط الدورة على وجه الخصوص يكونوا عندنا ملاعب يكونوا عندنا منشآت يكونوا عندنا يعني موسم فعلا فيه نوع من الاحترافية بس اليوم الجميع صار ينظر إلينا بعين الاحترام طبعا أداء منتخب النشامة طبعا والوحيات الحسين كملوها بأداء عامل الفريق مع شباب الأهل الإماراتي نعم فالأمور طيبة يعني اليوم أنت الحسين ست نقاط على أرضه بين جمهوره في عمان هذا إشي حصيلة ممتازة والوحدات اللي بالسبع نقاط طبعا بفضل أنك أنت تجيب أربع نقاط من خارج الديار هاي نقطة مفصلية مهمة جدا جدا لتمضي وتمشي لبعيد نحن اليوم متفاعلين الوحدات والحسين يمشوا إلى ما بعد دور المجموعات إن شاء الله متفاعلين فيهم لأنه نتائج قاعدة بس تكون كويسة الأداء عالة جدا وراقة جدا نحن نعمل ما نشوف بس أنه قاعد بس تسوي نقاط قاعد بس تسوي أداء بره وجوه فلذلك نحن متفاعلين جدا إن شاء الله الوحدات والحسين رح يمضوا بدور أبطال آسياتو طبعا عشان نعطي البطولة اسمها الصحيح خلينا نفط التفاصيل وبنناقش مباراة مباراة إذن البداية مع الحسين بطل الدوري والذي تمكن من الفوز على نساف الأوزبكي بهدفين لهدف في مواجهة تألق فيها الحسين على مختلف الصعد حيث فرض سطوته على أرضية الملعب وتمكن من تحقيق فوز ثمين وبهدفين لهدف على منافس عنيد والصعب نساف الأوزبكي نعرفه جيدا أستاذ مفيد مباراة مختلفة كليا عن مباراة الأندي المحلية التي خضتها على الصعيد الآسوي كان الحسين ممتع فريق ثقيل على أرضية الملعب مدير فني عالي المستوى قدم إن وجبة كروية رائعة استمتعنا ونحن نتابع للحسين بقول تأكيد أنسل حسين حقق بالنسبة للأندي الأردنية أول فوز على نساف نحن نساف قابل الوحدات والفلسل نعم حوال ست مرات أو أكثر بس عمره ما فاز فيه لا الوحدات ولا الفلسل فاز على نساف نعم لا بعمان ولا بطشقن فأنسل حسين حقق أول فوز بسجلات الأندي الأردنية مع نساف هنا في عمان بهدفين مقابل هدف واحد طبعا نعم بكل تأكيد شوف يعني إحنا لازم نكون واقعيين ومنطقيين وما نقلل من شأن أنديتنا الفريق الحسين بتشوف عرض ملعب عنده أفضل عناصر عنده أفضل نجوم عنده تسع لعبين منتخب وطني نعم إحنا منتخبنا اليوم على الأقل وصيب بطل آسيا إحنا منتخبنا الوطني تصدر مجموعته بتصبيات آسيا على حساب منتخب السعودية فلذلك إحنا ما نستهين ولا نخفف من شأننا الفريق الحسين يجب أن يذهب لأبعد مكان ممكن بدور أبطال آسيا عنده العناصر عنده الدكة عنده حتى المحترفين بسهوله إضافة اليوم عنده مدير فني بكل تأكيد فلذلك الحسين يعني مش قليل عليه أنه سوي هيك يمكن حسين المبارا الأولى اللي عبها مع الشباب الأهلي شوي تأثر فيها وكانت سيئة جدا بالأداء وبالمضمون وبالتشكيل بعهد مدربه السابق اليوم الأمور طيبة وأحسن وأفضل شفتنا اللي سووا الإضافة مبارح وليسووا المبارا اللي لعبين مدلاء وتعلينا عرف الحاج اللي سووا المبارا بالمهارة وبالفن وبالمتعة وبالتزديد وبالدقة بالمهارة الفردية كيف تخلص من المدافعين بحركة واحدة قاعدهم على الأرض وبالهدف التالي نفس الإشي فيه مهارة فردية عالية جدا عناصر الحسين يعني عنده خبرات عالية جدا زي ما حكينا الدكي بره بتعطي للمدرب حلول فردية حلول جماعية حلول في السرعة في تنفيذ كل الواجبات موجودة عنده عنده قط دفاع ممتاز جدا عنده أفضل حارس مرمى من أفضل حراس مرمى في آسيا وليسو في الأردن يعني بسم الله وماشاء الله مبير حزيد أبو ليلى شال الكرات يعني بفضل حضوره الكويس وثقاته بنفسه العالي جدا صحيح نساف فريق دقيل فريق كبير فريق إلو بقاسي كتير أكتر فريق بهاي المجموعة شارك بطولات الأندية السوية حوالي تسع مرات فعنده خبرة عالية جدا ومع ذلك زي ما حكينا الحسين كان الأفضل في المباراة يعني إلا بعض الفترات لكن بشكل عام الحسين كان أفضل من نساف بمراحل كتير في المباراة وتهيئت له فرص وأهدر فرص شرط الأول بشرط الثاني وكان مش ند كان أفضل أكتر من ند فلذلك يعني الفوز كان مستحق جدا بكل تأكيد إدارة تميزت المباراة يعني من داقق النظر إدارة موتى للمباراة فنية كانت عالية المستحق بكل تأكيد هلأ بالشرط الأول الرجل يعني ركز على الجانب الدفاعي ليمتصل فريق الأسباكي ويشوف شو هو وين رايح وين جاء وين أفكار وكذا طب ماشي بس أنا وجهة نظر يمكن شوي يتأخر في التبديلات ما بدأت شرط تالي إنت تلعب أرضك بين جمهورك بدك تكسب نعم يعني إنت نزلت عارف الحاج أو التبديلات تبلشت بالنصف الثاني من زمن شرط التالي نعم يعني بعد دقيقة أو حوال دقيقة سبعين نعم كثير تأخرنا يعني لو لا عارف بالمهارة الفردية والحلول الفردية جاء هدفين كانت أخرنا أكتر فأنا وجهة نظري كان ممكن يعني إحنا شفنا مدرب ناسا في لعب شرط الأول بطريقة شرط التالي سوى ثلاث تبديلات بأول دقيقة لأنه عنده فكر تاني للشرط التاني وكان إحنا مفروض متى نفس الشيء على أنا مش بنتقد أنا بحكي وجهة نظري ممكن هو عنده رؤية تانية وإحنا ما بنعرف ولا شايفين ونحترم هذا الحكي بالمطلق بس إحنا بنحكي على حسب ما إحنا شفنا وعلى حسب ما صار في المباراة هو ليس انتقاد بقدر ما هي رؤية هو اللي رؤيته هو صاحب القرار بكل تأكيد منحترم هذا الحكي لكن إحنا شفنا في المباراة وجهة نظري إنه تأخر في التبديل وخاصة في تعزيز القدرات الهجومية لأنه صار فيه دار فرص صار فيه بطو صار فيه يعني بدك أنت تحط إشي جديد بدك حلول فردية بدك السرعة في التحولات فلذلك كان مشاركة عارف الحاج وبعدين رزق أعطت للفريق النزعة الهجومية المطلوبة عشان تكسب طيب عارف مميز جدا ثاني موسم له في أبطال آسيا تميز مع الفيصر في أبطال آسيا وأثبت أعلو كعبه مع الحسين لاعب مميز جدا لاعب يستحق أكثر أمام مشاركة غير ملبي للطموح بالنسبة لعارف مع المنتخب الوطني الأول اليوم عارف أصبح من الأسماء التي فرضت نفسها بقوة على الساحة المحلية أنا اليوم كان هيك إلي رؤية شوي أنا مبارع كنت بحضر المباراة البرشورونا برشورونا أنهل المباراة 8 لاعبين عقل بين 17 و 19 8 لاعبين مباراة صعبة كمان باجي أفكر بكلام الكابتن جمال السلام اللي منحترمه من قدره ونقوله ألاتك العافية أنه مثلا أقول لك أنا أعرف حاجة إليس ما عندهش خبرة طيب لعب أمره 22 سنة وقد يش تصري عنده خبرة يعني بتستغرب بهكتا صحيح صحيح يعني بالمغرب عندهم المواهب بتطلع يعني زي يعني عندهم بالمغرب مواهب كبيرة تلعب أمره 19 و 20 سنة بالمنتخب الأول فلذلك أنت لما لعب يكون عندك زي عارف الحاجة أو إحنا ما بنحكي لي لعب أساسي يكون ضمن الخيارات فأنت واحد يعرف الحاج ما بصير نحكي عنه لعب ما عندهش خبرة نعم وعمره 22 سنة بالعقس أنا بشوفه متأخر نعم وبعدين عارف الحاج لعب مع المنتخب الأولمبي اللي فيه أبو النادي واللي فيه مهند أبو طاها وفيه لاعبين اكتار يعني كانوا معاب نفس الهي فنس خبرات هم بالعكس هلأ هو العام الماضي موسم الماضي لعب مع الفيصل لدور أبطال آسيا ست مباريات اكتسب ولعب مع فريق الفيصل وسجل 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 ولعب مع الفيصل موسم كبير جدا وكان فعال وكان من المميزين في الموسم ودي لعديك تم اختير المنتخب على هذا الأشي أنت اليوم عارف الحاج يعني ماشي على سكة أن يكون واحد من أفضل نجوم كرة أردنية يستحق تجربة مثلة في الاحتراف مفروض إن شاء الله إن شاء الله يعني اليوم دور أبطال آسيا بيقدم اللاعبين بره لأنه يعني إحنا دورينا ضعيف ضعيف فنين كتير صعب يكون وسيلة لتسويق لاعبيننا صعب جدا يعني محدود يعني إحنا بجوز في ناس بتتفرج على مشاركة بوحدات الحسين أسويا وما بتتفرج على مشاركة بوحدات الحسين بالدور المحلي عشان نكون وقعين يعني وواضحين جدا فلذلك اللاعب هدول أنت اليوم لما مشاركات الأسوية بمينوا أكتر بيبرزوا أكتر وشفنا بالوحدات أكتر من وجه الشاب شو بيسوي قاعدوا ربطال آسيا فهذا كله مكاسب القرارة الدنيا مباراة الحسين الحسين والأهل في الدوري كيف تراها وهي نتحدث عن مباراة القمة تجمع الأهل الثاني مع الحسين الثالث ب16 نقطة مهوماش أنت اليوم إذا بتحكي صعيد النقاط بتظلم الأهل فيه فوارق فرنية كبيرة فيه فوارق بنوعية اللاعبين فيه فوارق بالتحضير فيه فوارق فريق بلعب عشان اللاعبين مع المنتخب الوطني بس هي مباراة قمة الأسبوع ما اختلفناش على حسب النقاط مفروض هيك بس أنه أنت بكل أحوال يعني هلأ فيه فوارق فيه فوارق موجودة يفترض حسب الفوارق أنه كبفة الحسين ترجع الأهل هلأ الأهل ومع ذلك يجب نعطي حقه هو السنة يعني هو من مفاجآت الدوري مختلف صحيح بكل تأكيد يعني هو حصان الأسود الدوري حتى الآن هو والرمتة ماشيين بالصدارة صحيح يعني ماشيين عن الحسين بزيادة مباراة لكن هم الآن بالصدارة 16 نقطة زيهم زي الحسين عندهم ترجع فرق عندهم 16 نقطة نعم فمن حاجب أنه نعطيهم حقهم كفرق صدارة لكن الآن بتدخل أنت في الممعة الدوري وبتشوف فنهم مرايحين فأول اختبار اليوم طبعا أكيد الأهل سووا أكتر من اختبار ونجح بالمباراة السابقة بس اليوم أنت أمام حق الصدارة أنه زيك نص نقاط أنت والحسين بستثناء المباراة الإضافية تلعب على الحسين لكن بكرة المباراة الأهم والمباراة اللي بتعطيك أكتر دور في هاي البطولة ونشوف كيف الأهلي بتسوي قدام حسين فريق شرس فريق عنده الجانب الدفاعي يعني صالب جدا مدربه عنده قياد الفريق على مستوى فالمباراة أكيد رح تكون طريقة تانية بكل تأكيد طيب نذهب إلى الممثل آخر للكرة الأردنية الوحدات الذي يواصل تقديم العروض الطيبة في هذه البطولة وحصد ثلاث نقاط مهمة من أرض مضي في استقلال طاجكستان ليرفع وحدات رصيده إلى سبع نقاط في أداء مبهر حقيقة للأخضر ومبهر كذلك لبهاء فيصل الذي سجل هدف الفوز الثمين الوحدات مع رأفت علي مختلف ممكن أستاذ مفيد اليوم الجميع نظر الوحدات في بداية الموسم بين الوحدات لن يكون في ذلك المسوى الفني نظرا لمحدودية الأسماء الموجودة أول من تقد أول من حكى جمهور الوحدات جمهور الوحدات لكن اليوم رأفت علي في تحدي خاص يعني دعنا نحكي ممكن الوحدات في هذا الموسم من أقل المواسم تحضير كلاعبين وتعاقدات لكن رأفت أخذ الوحدات في منحنة آخر حقق نتائج طيبة يعني نتحدث عن أندية منافسة اليوم نادي الإيراني الإماراتي رغم من الخبرات اللي نحكي فيها التدريبية للكبتر رأفت علي لكن رأفت علي أثبت أنه عنده فكر تدريبي عالي المستوى لأنك أنت اليوم بتبين في المحق الأكبر في المحق الأهم دورة أبطال آسيا قابلت سبهان الإيراني في عمان كان غالبية حتى من جمهور وحدات من كل من المنطق مستلسي فريقهم مخسر صحيح تمام لعب مباراة كبيرة جدا انتقضوه بالتشكيل ليش بدنا كذا وبدنا كذا هو لعب برؤية خاصة لعب على حسب إمكانات فريقه اختار لعبته على حسب شو بده بنمباراة بكر مع سبهان الإيران ضلوا متماسك ضلوا مترابط توق توق صوى الهدفين وصوى الفوز على فريق متصدر الدور الإيراني يعني مش فريق مرار طريق من إيران فريق متصدر دور المحترفين في إيران وكان لعب أربع مباراة لما لعبوا متصدر مجموعتهم هلأ وراع الشارقة برضو حطينا إيدنا ع قلبنا الوحداتية وقالوا الله يستر من هاي المبارا الشارقة فريق سبع محترفين على مجنسين على بصر شو أكيد مرعب فريق وقلت أكيد الشارقة الشارقة هو من عادة للوحدات اثنين اثنين من السفر سفر يعني أنت كنت مش الند بالند أمام الشارقة كنت أعلى من الند بالند برضو فكر رأفت عليه وبطريقة اختيار اللاعبين وبطريقة كيف أنه هو شو بحتاج من مباراة فكانت تقديراته عاية جدا وأنت تجيب نقطة من الإمارات أمام فريق بحجم الشارقة مكسب كبير وكملت مباراة الثالثة اليوم مع فريق الاستقلال يعني هو أقل فرق بالمجموعة بكل تأكيد هو خارج منافسك فلذلك أنت اليوم مباراة القادمة للوحدات برضو مع الاستقلال في عمان مفروض أو مطلوب الثلاث نقاط أكيد لازم ثلاث نقاط عشان نصير عندك عشر نقاط لأنه بعد هيك عندك مباريات صعبة يعني الشارقة في عمان أنا بعتبرها صعبة وسعبة جدا بدك تقيم أنه ما بدك تفكر في مباراة الإمارات متعدلت لا هنا الشارقة بجوز يجي بدون نقاط المباراة في عمان تكون المباراة علينا صعبة صحيح وبالنفس الوقت عندك مباراة في إيران غاية الصعوبة فلذلك أنت مفروض تطلع بالموضوع أنك أنت مباراة عمان مع الاستقلال تأخذ ثلاث نقاط سير عشرة وتترك أنه يلعب السبهان والشارقة مع بعض المباراة الإياب أرى أين الدنيا رايحة فلذلك أنا إن شاء الله متفائل خيرا أن الوحدات يمضي في هذا الخيار بس أنا أريد أشير لملاحظة بسطية جدا اليوم وحدات والحسين ستعرروا بضغوطات كبيرة عندهم مباراة بالدوري وعندهم دورة أبطال آسيا يعني بعد الأسبوع هاي الجولة هاي بالدوري الوحدات والحسين سيأخذ مع بعضهم يوم واحد 11 نعم كويس يعني من الجمع هاي البعضية رايح لاب مع بعضهم دوري نعم في ملعب الحسن في إربد يوم الجمعة واحد 11 بعد نحكي إحنا بخمسة 11 الوحدات بلعب مع استقلال في عمان بستة 11 طبعا مبتاني يوم نمبراء الحسين بسافر على طشقند على أزباكستان ليقابل فريقنا ساب فالضغوطات هاي كبيرة عليهم برجعوا بكمنوا دوري وعندهم لسه كمان بسوعة عشرين 11 دورة أبطال آسيا وطبعا عنا المنتخب 14 بساطاعش يعني يعني لعبتهم مع المنتخب وبدورة أبطال آسيا والدورة المحلي فلذلك اليوم انت زي بتلاحظ الوحدات والحسين إذا الدكة ما كانت كويسة سعب تصير على الموضوع لكن هم مركزين كويس والدكة بالوحدات قاعدة بتنضج أفضل طبعا دكة بالحسين عامرة بالنجوم بإمكانه يسوي فريقين ما عنده أي مشكلة بطبع الموضوع المداورة قديش أنت مقتنع فيها وقديش ممكن نسويها بين الفريقين المداورة بين اللاعبين لتظلك محافظة على اللاعبين على سلامتهم على جديتهم وظلهم يعطوك دورة أبطال آسيا يعني فيه شغلة مهمة جدا انت بدورة أبطال آسيا عندك كتير فوعد كتير مكاسب مش بس تكسب مبارات تكسب مبارات تكسب مبارات تكسب ماديا انت على كل فوز قاعد تاخد خمسين ألف يعني انت اليوم الوحدات والحسين رصيدهم دورة أبطال آسيا أربعمائة ألد دولار يعني هم ما بيخدوهم موسمين في الدور المحلي ما بيخدوهم موسمين ولسه ان شاء الله بإذن الله بيكملوا صحيح وبزيد الغلة غير انك انت عم بتسويق نفسك بتسويق رعيبتك بتسويق مدربينك بتسويق كل شي قاعد من خلال المكة التلفزيوني والدعاية للبطولة والاتحاد الآسي وشغال فيها ففي مكاسب كبيرة بدورة أبطال آسيا مباراة الوحدات مع العقبة يوم الأحد ما في مباراة سهلة يعني اللي بده يحكي مباراة سهلة يتذكر نتائج الفيصلي السنهاية أربع مباراة أربعة تعادلات فلذلك ما فيش سهل وبرضه تنساش نتذكر برضه ان الحسين تعادل مع الصريح وان الوحدات قسر مبارتين بالتعادل اليوم ما فيش مباراة سهلة بالدورة عندنا حسابات تانية انت هون بالدورة حتى أسلوبك حتى طريقتك حتى نفس اللاعبين بالدورة المحلة بيختلف شوف دورة أبطال آسيا كيف لعبوا شوفهم الدورة المحلة فيه اختلاف كبير يعني طيب من المقارنات هذه الجولة الجولة الثامنة سيكون الفيصلي أمام الجزيرة في مواجهة الجزيرة منتشة بفوز الوحيد في الجولة الماضية أول فوز كيف تجد هذه المواجهة شوف انت اليوم الفيصلي بيبحث عن إعادة ثقة نعم بيش أقول إعادة الأجواء المنافسة على أقل إعادة ثقة ثقة بينه وبين جمهوره صارت كتير صعبة صارت بمكان كتير سيء يوم الفيصلي إذا عنده يعني مثلا حاستين أنه عندهم مثلا فيه مدى أنه ممكن نفسه عالدوري لسه إذا بتطلع تنظر الفيصلي لعب سبع مباريات السبع مباريات الفيصلي تعثر في خمس مباريات أربعة بالتعادل واحدة خسارة نعم هذا ما صارت بالفيصلي من سنوات طويلة نعم أنه الفيصلي يخسر احت عشر نقطة في أول سبع مباريات بالدوري هاي سعبة جدا عفريق بديو ينافس لأنه أنت المنافسك الأول الحسين حامل اللقب متعثر مباراة واحدة بتعادل قصران نقطتين والوحدات قصران أربع نقاط مع كامل احترام طبعا للأهلي للرمضة اللي هما بالصدارة ويارب يظلهم بالصدرين طول الموسب وياخدوا الدوري تمام بس إحنا بنحكي منطق الأمور الآن فلذلك الفيصلي يوم وضعيته قديش نجح المدرب مع الإدارة أنهم يحاولوا يعيدوا الفريق معنويا على الأقل وين مشكلة الفيصلي لا أكتير مشاكل الفيصلي مش مشكلة الفيصلي الفيصلي ما عنده مشكلة مباراة صعبة عليه آه طبعا صعبة قال لي أي مباراة هلا مع الفيصلي صعبة ما فيه ثقة الفيصلي فقط تقضي بنسه حتى يعني أنت بقول لك خمس مباراة أو سبع مباراة بتعثر بخمسة شو يعني أنت عمين فايز مبارتين الفيصلي ما صارت معها اللي أقاعد بصير فيه معها اليوم كيف شفت الجزيرة وحمود شلباية أكيد فيه اختلاف في نفس فيه يعني شوف هاي إنه غير ما بدل يعني إحنا ما بنى ننتقد كابتن عثمان حسنات لكن إحنا نقول مدرب مش محظوظ مع الفريق راعة خلص يوم شلباية هلا اللاعبين الله وفقهم مش الحال مباراة مع الفيصلي مباراة يعني يعني حكون صعبة أكيد على الفريقين ما فيه شك يعني مباراة مستهلة لا على الفيصلي ولا على الجزيرة لكن نتيجة صعبة والله صعبة جدا بطل واحد يقدر يحسب حسابات لأنه بداية الموسم فيه أمور يعني نتائج مش طبيعية كاعدة بصير هذا طبعا نتائج أنه هبوط أربع فرق فإن أنت اليوم كل الفرق بدها نقاط نعم يعني أنت عندك على الأقل ثلاث إلى أربع فرق بتنافس على الدوري لكن عندك ست فرق على الأقل أربع منها بما يهبوطوا خاصة أنه الجزيرة إذا فكر بالثلاث نقاط يقفز قفزة كل يوم أنت اليوم يعني اليوم معاني أخذ نقاط من فيصل نعم الصريح أخذ نقاط من حسين أخذ نقاط من وعيني ما فيه حدا بيخذش من نقاط كل خسر نقاط لأنه بقولك أنه وجود أربع فرق رح تهبط سنة لسه القادم رح يكون يعني أهم ورح يكون مفاجآت أصعب فلذلك ما فيه مباراة مضمونة بالمعنى المطلق لا للفيصل ولا الوحدات ولا الحسين لكن اللي بده يروح على الدوري مع احترامي ممنوع يخسر مع هاي فرق يعني حسين أخذ الدوري الموسم ماضي لأنه ما خسر ولا نقطة مع الفرق اللي تحت منه صح خسر من الفصل نقاط خسر من حسين نقاط بس هو ما خسر من غيرهم السرحان والشباب الأردن مواجه يعني نتحدث عن السرحان بست نقاط وشاب الأردن بست نقاط ثلاث نقاط مهمات لأي فريق الآن ثلاث نقاط بستة بين الفرق هذول بلتحت بلعب وتحت ثلاثة بستة هلأ فيه يوم برضه السرحان بيحاول تشبت بأي شيء وشباب أردن عن نص الشيء يمكن الآن التنافس بين هاي الفرق بصير على حساب أداء الفني أكيد لكن فيه روح فيه إصرار فيه تحدي بتحس المبارا يعني سخنتها من أجواء اللي بيعطيها اللاعبين داخل الملعب فأكيد رح يكون مبارا يعني الفريقين بيبحر عن ثلاث نقاط وربما تنتهي بالتعادل ربما السلط والرمث هلأ هاي تحدي للرمث وبرضه إنه متصدر نعم يعني يعني واحدة من المبارا السلط خاسر آخر مبارا إلو والرمث منتشي في ظل هذه الظروف مبير فن جديد هايثم شبول تفاجأ إنه بالأول مباراة ما توفق مع السلط نعم بطريقة كويسة مع إنه السلط عنده عناصر كتير ممتازين جيدة نسبيا لكن هم مش موفقين من نتائج حتى الآن آآ ومباراة بكرة طبعا مع فريق بحجم الرمثة آآ رح تكون صعب عليه الرمثة آخر مباراة مع معاني يعني واحد سفر ويا دوبك نعم والرمثة كان بشوت تاني حسب التحليل كان أفضل من المعان بالشوت تاني تعسل تعسل منها صحيح كان أفضل من الرمثة فلذلك الرمثة يعني مجموعة لاعبة بدش أقول لك بحكمة مزاجه اللاعب لكن ما في عنده مستقرار اللي بكل مباراة تقعد تحكي عنهم اليوم رح يكونوا بأفضل أحوالهم ويمكن تأثير الانتخابات شوية لإدارة الرمثة عم بتسوي شوية اتثارة في الموضوع الرمثة شوية مسخنين الأجواء الانتخابات كتير فممكن تأثير سلبي على الفريق ربما لأنه لأنه لأعبة الرمثة هم نفس عشائر الرمثة اللي نزلين الانتخابات فممكن فيه تأثير تكون سلبية أو ممكن أنا ما بتمنى يكون فيه تأثير سلبي الانتخابات على الفريق ويكون منعزل كامل عن الانتخابات لكن إلا يظل فيه أجواء سلبية فمبارا بكرة ممكن تأثير رمثة فيه تأثير سلبي أكيد رح تكون تأثير على انتشت مباراة بكرة مع الصلب ومعان الصريح لا تختلف بالعنوان ست قاط خمس نقاط نفس الشيء فيه تحدي كبير بين فريقين للفوز أكيد عناصر الصريح أفضل لكن للأمان يعني معان مع الكابتن أمين فليب قعد يقدم نتائج كتير مع الفيصل يتعادل مع الأهل المصدر اثنين واحد يعني نتاجه حتى الآن لهو قعد بده يدخل بمباريات اللي مع الفرق اللي بتنافسه الند بالند على النقاط ليحاول أنه يمشي الطيقة أحسن فبكرة واحدة من المباريات اللي معان والصريح كلهم يبحث عن ثلاث نقاط بكل قوة فمبارا رح يكون كتير مثيرة وكتير متقاربة وكتير متكافئة رح يكون فيه مفاجآت بهذا الأسبوع ما رح تخلق ما رح تخلق كل الأسبوع رح يكون فيه مفاجآة طالما الفرق قاعدة بتجادب قاعدة بتحصل على النقاط ويكون هم هالنقطة أكيد رح يكون فيه مفاجآت اليوم يعني العلامة الفارقة كانت من الجولة الماضية لغاية اليوم في ظل هذه النتائج كانت العلامة هي قضب كبير من جمهور الفيصلي على أداء الفيصلي ممكن هناك انتعاش من جمهور الحسين لأن نتائج ونفس الوقت أن نشاهد مؤازرة كبيرة من جمهور وحدات لما يحقق رأفة علي مع هذا الفريق الفيصلي اليوم يسير بمنحنة آخر وضع صعب جمهريا إداريا قرارات اجتماعات لمجلس الإدارة أين ترى الفيصلي ذاهب في ظل هذه الإثارة الموجودة من جمهور الفيصلي شوف الفيصلي المشكلة صار التغيير مدرب وما مدرب ولما تغير كابتن أحمد هايل وجاول كابتن رأفة محمد صار تغيير في اللاعبين أيضا نعم فأنت قاعد بتغير لاعبين تستبدل اللاعبين والدور شغال أكيد رح تدفع الثمن غالي نعم يعني أنا دور شغال واستغنع عن اللاعبين واجيب لاعبين أكيد ما رح سوي استقرار أكيد الأمور رح يكون كتير سلبية الفيصلي دائما نحن نحن نحكي لهم بشغلة مهمة جدا الفيصلي ما عنده لنشاط واحد اسمه كرة قدم ومع ذلك ما عنده إدارة لنشاط كرة قدم هلا مجلس دارة النادي مع كامل احترام اليوم نقول مبروك لما عالي نضال الحديد أصبح بمجلس الأعيان لكن بالشكل المطلق الإدارة ما عنده حد داخل مجلس دارة عنده خبرات فنية بنشاط كرة قدم ما وحد فيهم مارس كرة قدم هاي مش عيب فيهم فأنت بدل ما أنت أنت لازم يكون عندك الإدارة الإدارية اللي حالها الفنية فيه قرار اليوم كان الإدارة تعيين رئيس الفخري رئيس اللجنة مش تغيير تعيين تعيين يعني أنا كلمة تعيين مش مستصيغة أنت بتعيين رئيس فخري رئيس تجد يعني شوية قاسية يعني هو يعني تكليف إسناد مهمة أي شي بس تعييني يعني أنت بتعيين مش موظف قاعد أنا مفهوم بتعيين بتعيين موظف نعم صح نعم أنت رئيس فخري فحتى الصيغة أنا يعني مع كامل احترامي وتقديري ما ما استصغيتها يعني بغض النظر طيب حتى يعني الخبر النازل على موقع الرسمي للنادي ما بعرف أنا حسيت أنه فيه لجنتين استثمار وتصويق وهو سيد مصطفى حياصات أنه بده يشرف عليهم أنا معلوماتي لا هو رح يشكل للجنتين لأنه ما فيه أصل لا لجنت تصويق ولا لجنت استثمار هو الآن رح يشكل اليوم فيه خبر كان قبل أشهر أحمد وركاد ترأس هاي اللجان نعم تشكري ترجان وترأسها أحمد وركاد أقول لك شالك عمجد إحنا اليوم نقول للناس فيه لجنة بده أشوف عملها نعم طب حظمنا إحنا عمرنا شفنا عمل للجان بالنادي الفيصلي عمرنا شفنا قرارات إلهم أو توصيات شفنا إيش يسووا إيش يعملوا ممنوع يعني فيه استثمار بالفيصلي ما فيه فيه تسويق بالفيصلي ما فيه ولا حتى بأي نادي مش بالفيصلي أنا بتحدى يا رب أتمنى يكون فيه تسويق بس ولا نادي عندنا بالأردن عنده تسويق ولا عنده استثمار عشان نكون واضحين احنا مش بنحكم على الفيصل والفيصل هو يعني رقم واحد لكن ما في نادي بالأردن عنده لا عنده استثمار ولا عنده تسويق بالحالتين يارب يكونوا كل أندي عندهم بس عرض الواقع معنا فاليوم هل هو هذا دور مهم جدا للرئيس الفخري للنادي اللي يسوي شغلة يعني يكون هدف الأساسي هو تعزيز الموارد المالية زي وزي كل أندية لأردن قاطبة اليوم ما في استثمار حتى الحسين أنا ما بستثنيه كلهم يعانوا ماديا حتى الحسين أنا كما ما ربعا حكي هو برضه يعاني ماديا الآن الآن كل الفرق بتعاني ماديا نعم تمام يمكن اليوم عنده السيد مصطفى فكر تسويقي واستثماري طريقه الخاصة كرجل أعمال بده يسويها للنادي الفيصل من خلال مجموعة من رجال أعمال يجلبهم يسوي لجنة يسوي دخل للنادي لأنك أنت بالاحتراف بدون مال أنت ما رح تتقدم خطوة والفكر مهما كان عالي جدا وعندك فكر سبع نجوم ما في مال ما رح تقدر تنفذ ولا شي صحيح فلذلك أنت كنادي فيصل أو أي نادي بالأردن أنت بدون مال ما رح تتحرك والدليل نادي الحسين نادي الحسين ما راح واجهة البطولات إلا من خلال المال لكن لا زال بحاجة إلى الاستثمار الحقيقة طبعا مهما ما قوي إحنا هقولنا وإحنا كما مرة أنا بتمنى كل أن يكون عندها استثمار وتسويق بس إحنا عندنا لغاية الآن ولا نادي لا عنده استثمار ولا عنده تسويق عشان نكون واضحين إحنا متمنى يكون هذه الخطوة اللي لابد منها اليوم الفيصلي يعني هو اجتماع المجلس دارة طلع بهالقرار كانت الناس تستنى قرارات تتعلق بالفريق اليوم أنت كدارت نادي عندك مشكلتين مشكلة النادي ومشكلة الفريق في فرق بين الفريق هو فريق قرار القدم وبين النادي كمؤسسة أنت هون بدك تعالج جهتين هل إدارة النادي الفيصلي عندها قدرة يتعالج النادي الفيصلي إداريا أو كنادي وتعالج الفريق الفريق صعب علاجه لسبب أنك أنت تسنى فترة القيد التانية وإنت ممنوع من القيد اليوم أنت عندك قضية الكاميرجي 140 ألف واجهت عليها جديد اليوم قضية الحاصل السوري 80 ألف مدنية صار عندك وعندك أصلا مش عقوبات يعني تراكمات مالية محلية مستحقات للاعبين محليين بدك مبلغ كويس لتفتح القيد بين مرحتين لتعزل صفو فريقك لأن الفيصلي المفروض اليوم أنا كفيصلاوي بتستفزني مشاركة الوحدات والحسين والدخل عام بيجيهم من هاي البطولة وأنا قاعد بعاني ماديا صحيح فلذلك إذا حاس أن الدوري قريب إلى تكمل مش حاس ركز على الكاس أنت معاك بالقياب لازم أنت تفتح باب القيد عشان تعزل صفو فريقك إذا هم مقتنعين أن الفريق بده تعزيز للصفو وإلا بتظل الموضوع صعب نذهب إلى قطاع المنتخبات الوطنية ونتوقف مع مشاركة المنتخب تحت 17 في التصفية الأسوية لعب مبارتين تعرض للخسارة أمام المنتخب السوري وأمام منتخب هونج كونج بقي له مبارتين أمام كوريا وإيران أداء لم يكن على مستوى الطموح لهذا المنتخب نتمنى له التوفيق في المبارتين لكن مباريات صعبة شوف مباريات منتخبات فقاك عمرية يجيك أمجد أجيال ممكن يجيك جيل عنده مواهب تحقق معهم كل شي ممكن يجيك جيل ما عندك مواهب فيه فبسطير موضوع عقصعب فمنتخبات الفئات العمرية ما بتحذر عليها ما بتقدر تجمعها هذا جانب الجانب الثاني بس ما في تخطيط لا ما في وأقول لك أقول لك شغالد كيف ما في تخطيط أقول لك شغالد هلا إحنا الدار الفنية بالاتحاد المسؤول عن منتخبات الفئات العمرية اللي هو أليكس نعم عوجة التحديد أنا حسب ما بسمع أنا ما شفت نعم أنه بتدخل بعمل المدربين وبتدخل بتشكيلاتهم وبتدخل بالتدريباتهم وبتدخل بكل شيء يمترك يعني أنت ما بتخلي المدرب يشتغل براحت ما بتخلي عنده حرية بالعمل يا أخي ما بنفعش وبنص الوقت يعني إحنا حتى منتخب الشباب مدربوا هولندي إحنا تهاننا كأفضل خامس ثاني بآسيا يا دوبك بالقرعة يعني إحنا كنا خامس منتخب بآسيا ممكن هيك الحظ السنة وإحنا قصدنا من قطر مع أنه عنا أفضل جيل بتحسد بمنتخب الشباب بكفي عنده مثلا القط الأمامي اللي فيه صبرة وفيه عودة حجاء عودة فخوري وعنده يعني عندك مجموعة مواهب تجنن بمنتخب تحسنة ومع ذلك يعني ما إحنا قصدنا من قطر ثلاثة اثنين طب إلى متى أو من يتحمل هذه الانتكاسات في منتخبات الفئات العمرية مش موضوع انتكاسات لا انتكاسات حكيتك الفئات العمرية بجيك جيل ممكن فيه مواهب يسوي لكل إشيء أحسن مفيد أختلف معك بين النقطة هاي تحديدا إنه منتخباتنا الفئات العمرية بالسنوات الأخيرة كانت زاخرة بالمواعد زاخرة بالمواعد أنت مطلع على التحلق هل أليكس مؤهل لنقود دارة فنية يقيم مدربين الفئات العمرية أو منتخبات الفئات العمرية مؤهل إلها طبعا هو المتألكس ملوش إلى أخلاب المنتخب العنبي أو المنتخب الأول ولا شي إلا بس هذول المنتخبين الناشئين والشباب إذا بدك تقول إنه هذول تعثروا طيب أنا بروع رأس النبع أليكس شو دوره وين كان الشايف شغل المدربين أجاوبك في عرف كرة القدم لا يمكن إطلاقا أن تقلل من اسم أي لاعب خاصة إذا كان هذا اللاعب قائدا ولاعبا لسنوات طويلة لرفع راية الوطن نتوقف اليوم مع بشار بن ياسين أحد الأسماء التي قدمت الكثير لكرة القدم الأردنية وعلى مدار 15 لاعبا لاعبا في صفوف النشامة عرفناه قائدا مدافعا شرسا داخل الملعب كما توشحت يده بإشارة القيادة لمنتخب النشامة في الثلاث السنوات الأخيرة له في الملعب برع بشار مدربا مجتهدا وحصل على الدورات التدريبية الخاصة بذلك وبحث عن فرصته التي وجدها كمساعد المدير الفني الأولمبي والشباب قبل أن يستقر القرار قبل عام ليكون مساعدا للهولندي بيتر الذي لا نعلم كيف هبط على الكرة الأردنية ولا نعلم سيرته كلاعب وكمدرب بيتر جاء بتوصية من مواطنه الهولندي أليكس المدير الفني للاتحاد للفئة العمرية وبعد عام من تجربة بشار مع منتخب الشباب ينسب أليكس بالاستقناع عنه متعذرا بتقريره بأنه ضعيف الشخصية كابتن المنتخب الوطني ضعيف شخصية هذه آخر صرعات الاتحاد الأردني لكرة القدم حيث أشار تقرير المدير الفني لاتحاد الأردني أليكس بأنه إلى ضرورة الاستقناء عن خدمات المدرب الوطني بشار بن ياسين من الجهاز الفني للمنتخب الشباب صحيح المنومة؟ وبالمقابل استوي عقد جيد للمدرب لهم لثلاث سنوات صحيح يعني الاستقناء عن بشار بن ياسين المدير الفني للمنتخب الشباب تحت بنت بأنه ضعيف شخصية وتجديد التعاقد مع بيتر لثلاث سنوات قادمة علما بأن أليكس نسب في تقرير العام الماضي للأمان العام للاتحاد الأردني مرشحا بشار بن ياسين للعمل ضمن جهاز الفني للمنتخب الوطني الأول تحت قيادة حسين عموتة ونسب في تقرير وأنه قوي الشخصية وما بينه قوة وضعف الشخصية يبدو أن أليكس الذي حصل على الدورات التدريبية في الاتحاد ولا يحمل ما يؤهله لأن يكون في هذا المنصب سوى بأنه كان مدربا في إحدى الأكاديميات في إحدى دول الجوار مات يسرح ويمرح دون رقيب أو حسيب السؤال في ظل الانتكاسات المتواصلة للمنتخبات الشباب والناشئين طوال عمل أليكس والتي لا تحمل أي إنجاز يذكر ألا يوجد شخص في الاتحاد يمتلك قوة الشخصية لإنهاء عقد أليكس خاصة بعد خروج منتخب الناشئين أو النتائج المخيبة لمنتخب الناشئين أما أن أليكس بات صاحب شخصية قوية خاصة وأنه تتلمذى على يد نخبة من مدربين الوطنيين في الدورات التدريبية قبل أن يتسيد المشهد ويصبح فجأة مسؤولا عنهم في مشهد معيب في حق مدربنا الوطني أليكس ألا يستحق أن يغادر الاتحاد بعد هذه المتائج؟ أنا الاتحاد ما بيطلعوا يحكوا لا على تلفزيون ولا على أي محل بيطلعوا يحكوا لأنهم بيقدروا يواجهوا الناس أنا بيحكي على أمان العام عشانا يكون واضح أمان العام هم مصرحين هم يحكوا إعلاميا صحيح؟ نعم ومش عضايا الاتحاد صحيح نسب بي أنه ضعيف شخصية؟ خلنا أقول لك آه طبعا ونسب لأت سنة الماضية حسب ما إحنا قررنا بالوسائل الإعلام المختلفة نعم أنه هاي تقريره وما حدا نفاه من الاتحاد يوم ما حدش نفاي بأنا بدأ أخذ فيه يوم أنت بنفس الوقت المدرب الهولندي لمنتخب الشباب كل دوراته من أردن جابه أليكس عطاه دورات في عمان محاضرين أردنيين وإحنا نفتخر فيهم صارح داغشو ديان صالح أشرفه عادي أوكي وأخذ دوراته صار مدير فني نعم أوكي بينما بشار لم أخذ برو قبل ما يجعل أردن المدرب الهاي هو مساعد إله أوبأجي بنسبه أنه روحه طيب أنت المدرب الهولندي هو قاد منتخب الشباب للتاهلون نهاية آسيا طبعاً إحنا عمدار التاريخ دائما بنهاية آسيا منتخب الشباب نعم تحديداً إحنا دائما إحنا مش إنجاز إحنا طول عمر ممشرب نهايات آسيا إجاز الوصول لك أوكي إحنا آيوة ووصلنا كأس العالم ترحنا بالشباب بجرب السبعة أوكي تمام فإحنا معنا شي ليش هسه بتقوله اما تددل ثلاث سنوات ولسه عند المشاركة اللي عليها الاختبار اللي هي نهاية آسيا نهاية آسيا متى؟ بشهر ثلاثة يخليه بشهر ثلاثة ووصلني عكاس العالم جدد له أقضى ثلاث سنين أهلاً وصلاً خلناك كلها لسه ما كملتك معلش سامحني أمنا اليوم أليكس مين جدد عقده بالاتحاد هل فيه قرار مجد دارة الاتحاد تجد عقده أنا بسأل وعارف الجواب بس ما بدي أجاوب تمام؟ أنا بدي حدا من الاتحاد من أمان العامة يطع يجاوب الناس بهذه الأسئلة ماشي؟ لأنه أليكس انتهى عقده بتم تشديد عقده بدون مجلس إدارة إلا إذا فيه يعني أمور تانية إحنا ما بنعرفها يعني ونحترمها وأوكي فليكن لكن موضوع أليكس إحنا عنا سنين نحكي فيه يعني كل الأردم تحكي فيه تعبنا منه والله يا أمجد أنا استغرب إحنا عنا بالاتحاد مشكلتنا ما عنا نضوج بالقرار الفني ما عناش قرار فني بالاتحاد لأنه ما حدا بالدارة الفنية ما فيه لشخص واحد اسمه أليكس فأنت هاي المنظومة كلها ما أقول ما فيه إقامة وطنية كهروية أردنية تحلم حل أليكس؟ أكيد موجود هلأ أعتقد هم جابوا الكبت الإسلام جابوا حد تاني هم مشكلة إحنا مشكلتنا بالاتحاد ما بيعطيك ما بقول لك يعني حتى الموقع الرسمي للاتحاد كان من احترام للزملائي اللي موجودين فيه هم مش هم الغلط هم ما حدا بيعطيهم يقولهم خدوا نزلوا أخبار مثلا أنه أضفنا المدرب فلان الدارة الفنية اشتغلت واحد اثنين ثلاثة ما فيه كم عقل الإلكس يا أستاذ والله ما بعرف هلأ هو أعتقد أمدد له سنتين كمان؟ آه سنتين؟ يعني ضايل سنتين ألكس ضايله كمان سنة شو الإنجزات تتحققت خيال خمس سنوات ولا عم رح تحقق الإنجزات ولا مين دي حاسب ألكس؟ أعطاء من شدارة؟ مين دي حاسب ألكس؟ صحيح أنا بدي أسأل مين بحاسب ألكس؟ طيب مين دي قيم ألكس؟ طيب معناته مدام أنه ألكس ضايل سنتين فيه بحبوحة مالية بالاكتحات؟ المحبوحة موجودة لأنه بسم الله وما شاء الله يعني المنتخب ونتائجه والفلوس قاعدة بجيبها المنتخب من مشاركاته يعني هلأ إحنا يعني اليوم أنا بسمع المنتخب الأمان العام للإكتحات ببحثه عن وسيلة لمبارتين عراق ولكويت طيرة خاصة حق هذا المنتخب النشاء ما حق في ضوء ما قدم حق أنا بحكي على المحبوحة المالية ولو ما فيش محبوحة المالية ما من دوره على هذا الشغلة أنا قصد أقول لك إن فيه محبوحة مالية فيه فرق ما بين طائرة خاصة ومنتخب النشامة وتجديد عقد أليكس لا لا ماشي إلا أنت بتحكي لعي بحبوحة مالية فأقول لك البحبوحة المالية واضحة إنها موجودة الحمد لله رب العام توفي لأن حتى إحنا العراق أو الكويت نروح عليهم طائرة خاصة تنقلنا هون وهون مع أننا قريبة المسافة وقريبة كل شيء ما بداش طائرة خاصة لكن موجود بحبوحة مالية بفضل رب العالمين ونتائج المنتخب هذا مؤشر أن الحمد لله الاتحاد بحبوحة مالية جيدة يعني أليكس باقي سنتين ضيله كمان سنة أعتقد من شهر ثلاثة بخلص سنة وضيله سنة ثانية هذه المعلومات إحنا نشوف أنا بدي أحكي لك شغل بمبدأ الصحافة هذا مش إلك الكلام للأمان العام للاتحاد طالما الاتحاد بيقول لك فيه شرفية وضوح إحنا على مسافة واحدة ومش مسافة واحدة هذا كله كلام إنشاء عرض الواقع فيه هذا الحكيم اليوم أنت طالما معا فيه تواصل من حقي أنا كصحفي أجتهد لما أجتهد ممكن أصيب وممكن أغلط صحيح؟ فممكن معلومة تكون غلط ممكن نكون صح أنا بدي أشكرك سيد مفيد لكن للتوضيح بشار بني يسين لاعب ومدرب قائد المنتخب الوطني قمة أخلاق وخلوق قمة أخلاق يمترك الشخصية لأن يقود المنتخب الوطني الأول وليس المنتخب الأموبي وهذا بشهادة أفضل مدربية كان مع المرحوم محمود الجوهري كان مع عدنان حمد والكثير يشهد لبشار بني يسين لاعب ومدرب يعني لا يمكن تجاوز بالكلام تفضل فيه أنه يكون فيه مصافله لا يمكن عن طلاق تجاوز تجاوز هذه النقطة تحديدا بشار بني يسين لاعب ومدرب وبشار يجب أن يكرم بدل أن يكتب عنه مثل هذا الكلام وننبه على لاعبين المنتخب الوطني هذه لا نتجارب مع الاتحاد فيما يخص بعض اللاعبين وكبات المنتخب الوطني الاتحاد للأمان عام للاتحاد الأمان العام للاتحاد الأدني لكرة القدم نتمنى أن يعاد هذا أو أن يكون هناك توضيح بخصوص هذا التقرير لا يحق لأي شخص الإساءة والتعرض لقيمة كروية مثل بشار بني يسين الذي أمتعنا خلال 15 عام شكرا أستاذ مفيد شكرا إلك إذن عزائي المشاهدين إلى هنا نأتي نهاية حصاد الرياضية لهذه الليلة هذه تحية وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر